هي ملهاش مشاكل لان هي حاجة لايف لونج هو الواحد بيركبها وهي الفكرة الفن كله في نهاية تبين حاجة ناتشرل بالضبط اه ويتعمل بيها لايف لونج وبتتلزق بلزق معين كده بيبقى يعني ثابت بيرمنت وثابت ما حصلش في حاجة بعد كده اه اه معنا صورة تانية تمام البيشن دي جات لي هنا كنت في دبي برضو رفضة فكرة التقويم دي دي كومبينيشن اوف فينيرز وكراونز مع بعض عشان اعرف اصلح لها الالايمنت بتاع سنانها بس هي لطلبة اللون الابيض الفاتح ده قوي يبقى شكله شوية مش طبيعي صح ولا اوكي يعني بتقول لها بتقول لها ده شكله كده مش هيبقى طبيعي وبعد كده القرار لها مش كده ولا بتصر لا 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 مصرش على حاجة بس لازم انصح البيشن لازم اقوله يعني بالزبط طيب فيه صور تانية دي اكشلي كانت بيشنت جات لنا كان فيه زي فراغات ما بين السنان فهي كانت عايزة تصلحهم يعني عملنا بس اكشلي توت الفينيرز للأبر للجزء اللي فوق بتاع السنان يعني زي ما حضراتكم شايفين كده عشان نصلح لها السنان وتطلع بهذا الشكل يعني يعني الاول بتصلح العيب وبعد كده تحط الفينيرز ولا هو الفينيرز اللي بيصلح العيب لا الفينيرز هو اللي يصلح العيب يعني جاس بتحط الفينيرز بيباري الفراغات زي الفراغات ما بين السنان اه يعني مش بتعمل تقويم الاول مش لازم نعمل تقويم الاول على حسب بس لازم ننصح المريض الاول يعني في حالات اه يشدوا تقويم الاول بس يعني لو مش نافع مع البيشنت اه الفينيرز ممكن يصلح الحاجة طيب يعني في حالات ما ينفعش نعمل لها فينيرز غير اما الاول تعمل تقويم وبعدين فينيرز ولا في حالات ممكن تعمل تقويم وده يغنيها عن الفينيرز ممكن فيه بيشنت تبقى ساتسفايد بعد التقويم تعمل التقويم وتبقى اوكي تمام يعني مش محتاجة فينيرز بالزبط كده بالزبط طيب اوكي طيب دلوقتي انا خلاص حطيت فينيرز اتعامل ازاي معي علشان اقدر احافظ عليه اطول وقت ممكن اوكي هو لابد ان المريد يعرف ان هو طالما ركب فينيرز وحاجة بيضة وشكلها حال ومفصوصة صح لازم هو يتعامل معها كأنها سن عادية برضو عشان بعد كده ما حصلش التهابات حوالين اللسة او كده او فيما بعد تعمله ريحة او دم من اللسة او كده فعشان يحافظ على ساحة الفم عمتا يعني عمتا لكن ملاهاش حاجات معينة لازم نعملها الفينيرز لا بس اللي هو العناية عمتا طيب هل الفينيرز ليه بدايل انا عارف الفينيرز اصاروا غالية شوقتين صح بدايل بقى عشان عمت الشعب وكده اه ليه بديل يا فندم في عاجة اسمها كومباوزف فينيرز خلاص بدل ما بتتعامل بورسلان بتتعامل بالحشو الابيط اللي هو بتعمل اللي بتعمل بيه الحشو العادي بالظبط كده ودي بتعود طول العمر ولا في فترة وبتتشال هي طبعا بتعود بس هي بس الفرق ما بينها هي والبورسلان فينيرز ان البورسلان اللون بتاعه بيفضل قاعد هو بورسلان في الاخر انما الكمبوزف فينيرز بيغير لونه مع الوقت وعلى حسب استخدام البيشنت يعني وقت قد ايه تقريبا؟ اراون 3-5 سنين 3-5 سنين بس بيغير لونه بعد كده طيب لما يغير لونه ممكن اجيلك تغيره لي وتعملي كومبوزف فينير يعني نعمله هو وهو تاني ولا ساعتها ما ينفعش ممكن نعمل حاجة يعني نعيد تلميع الحشو من جديد اه بس تلميع بس يعني بالظبط كده طيب بمناسبة التلميع في حاجات كتير علشان تبييد السنين تمام في وصفات طبعية زي الباكينج سودا اللي هي الخميرة اللي بيعملوا بيها دايما في يعني دايما تلاقي فيديوهات على اليوتيوب ازاي تبيد سنينك في البيت حاجات كده هل دي فعلا بتعمل حاجة وليها قصار ولا لأ وبتبيد ولا لأ يعني هي يا فندم اه اكشلي بتبيد بس الحاجات دي ما ينصحش بيها اوي اللي هي الهوم ميد ريسيبيز وكده اه اه هو البليشن ازاي تعمل دكتور سنين في البيت اه تصابت كده احنا عادينا هي اكشلي ينصح بالبيشن يبتدي اصل البليشنج نوعين نوع يتعامل عند دكتور سنين في العيادة عنده او نوع هوم بليشنج كده يتعامل في البيت اه النوع اللي يتعامل في البيت ده انا بنصح به يعني يبتدي البليشنج بيه الأول خلاص وبرضو يقلل الكاست شوية من جهة الكاست ايوه كل واحد هيعمل في البيت ايوه ايه بقى ايوه فحليك ممكن تبتدي بليشنج في البيت ايوه وبعد كده اقول لا دي مش نفع معي هي دي برضو نفس البيشنت بس دي قبل ما أزبط لها سنانها يعني وهي سنانها خارجة لبرة شوية اللي هي السنة على الشمال هي نفس العيانة اللي شفناها قبل كده طي في حاجات برضو بتتبع في السيدلية اللي هو حاجة بتتركب كده في السنين المرشد يعني برضو مفروض انها بتبيض هل دي كويسة ولا لأ هي كويسة بس ممكن ما تجيبشي قوي مع الناس يعني ممكن الناس تحس ان هي ما عملش التأثير المطلوب بالزبط جدا طيب والليزر التبيض بالليزر أنا سمعت ان هو بتعمل مرة واحدة في العمر هل ده حقيقي؟ يس هو موسلي الطبيض بيعتمد على المريض نفسه يعني أنا حسب سيانته لسنانها آه هيشرب بعدها هنس كافية هيدخن الحاجات دي بالزبط هياخد حاجة فيها كالرينج زي البابسي كولا الكافي كلام بك كلها بتغمى بالزبط كده فهي الليزر دي تتعمل مرة بس في العمر ما تتعملش تاني فعلا يس هو البليتشينج عمتا التبيض عمتا يس التبيض عمتا بيتعمل مرة واحدة وممكن يقعد معا من ستة شهور لسنة بعد كده بيحصل حاجة اسمها ريباوند ريباوند يعني اللون بيغمق شوية بس ما بيرجعش لللون اللي هو كان عندي ما بيرجعش زي الأول بالزبط كده بس ما قدرش بقى يعيدها تاني هي دي الفكرة بقى ممكن ممكن يعيدها تاني وفعلا بتشيل طبقة من السنين الكلمة دي بسمحها كتير ما أنا بسألك كل الحاجات اللي أنا بسمحها لا هي لا ما بتشيلش طبقة من السنين عادي يعني ممكن نعملها أكتر من مرة بالزبط بالزبط ما ما فيهاش حاجة خالص يعني التجميل ده نبدأ من سن ايه؟ زي ما قلت الحريك around 20 من أول عشرين سنة سنة تقريبا بالزبط نبدأ نعمل الحاجات الفنييرز أو اللي هي طبقة والسناب اون دي ساعات كتير يعني مثلا أنا أقول لحد ليه ما نعملش سناب اون والتي أصلها بتعمل ضب هل ده حقيقي؟ هو يعني الشخص ولا تعتمد على الدكتور ولا تعتمد على العيان ولا تعتمد على مين بالزبط هيا الفكرة في السناب اون يا فندم إن حارتك بتركبيها على سنانك فطبيعي حضرتك هتحسي بتخانة زيادة فبتحسي بالضب ده يعني فيه حاجة زيادة في سناني آه أنا فعلا بشوف ناس عاملينها بيبان شكلهم مش طبيعي بالزبط بالزبط آه فهل ده يعني يبقى مشكلة الدكتور؟ ولا مشكلة السنان نفسها؟ هي مشكلة اللي أنا مركب حاجة على سنان أنا ما اشتغلتش فيها الفكرة بتاعت الفنير اللي أنا لازم هشتغل حاجة بسيطة في السنان عشان يعني أخلق مساحة للمعمل يارف يحطيلي فنير يعني المساحة اللي أنا شلتها هعوضها بفنير أو بورسنان فبالتالي البيشنت ما يحسش إن فيه الثيكنس ده آه ما زادش التخانة بتاعت السنان بالزبط طيب معنا صورة دلوقتي هي شكلها طبيعي يس ده بقى اللي كنت بكلم حضرتك عليه البيشنت دي جتلي وكان عندها فرحة تاني يوم ومعندهاش يعني الوقت قصير وطبع ما عندهاش الماني وايز أو التكلفة وايز إن هي تقدر تعمل بورسنان فينير فدي جتلي وعدت معاها على الكورسي شوية حلوين يعني أراون ساعتين أو حاجة وعمت له الكمبولز فينير دي حالة تانية لبيشنت كان متداي قوي من اللي بتسمى بتاعته كان عنده كراون قديم مش مش بيزبط فعايز يزبط بتسمته فعملت له فينيرز وغيرت له كراون اللي في الوجه ده بس تتعمله فينيرز بس كده يس فينيرز وكراون وكراون غيرناه بالظبط كده طيب ولون اللاثة زي يعني اللون اللاثة بي حلو ولا أه طبعا بالليزر فعنا بالليزر بالليزر بالظبط بالظبط بنشيل اللون اللي هو الاسود ده لو هو البيشنت متدايق منه يعني هو ده بيبقى اي سبب التلون ده؟ هي بتبقى طبيعة بشرة زي مثلا واحد بغاني مش مش تدخين مش الحاجات لا لا ملحش دعوة اه ده الطبيعيين بالظبط ايفان بالظبط وفي نص افتكر اللاثة عندهم بتبقى كبيرة شوية سمعت مؤخرا انه بيعملوا علشان والسمائل بتاعتهم اللي التسمى بتاعتهم بيبقى باين مساحة كبيرة من اللاثة عندهم تمام ده بيتعمله عمليات بتتصلح؟ دي حاجة اسمها جامي سمايل يعني هو بيضحك غالبا هتبقى السنان قصيرة وجزء كبير من اللاثة هو اللي باين دي بعد فحوصات وبرضو فيه صور لازم تتاخد للبيشنط الاول خلاص بنقعد شغل التجميل ده تيمورك يعني انا وكذا واحد في الحالة مش انا بس يعني هناخد رأي سباشلس بتاع الجامز او بتاع لاثة عشان نشوف مثلا هنطول الدرس قد ايه يعني لو هو هيشتغل بالليزر هياخد من اللاثة قد ايه عشان الدرس يعني بتتعامل بالليزر مش عملية جراحية يعني بالزبط زمان كانت بتعمل جراحة ومازالت بتعمل جراحة بس هو موسلي الريزولت بتاعت الليزر احسن بكتير من السيرجري يعني فانا تمام طيب عايزين بقى استشارة اخيرة للاهتمام بسناننا اوكي هو موسلي لازم كل واحد اتليست يبقى فيه غسيل للسنان مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالايل ونهتم بالفلوسينج شوية على قد ما نقدر اللي هو الخيط دنت الفلوس اذا كان الدنت الفلوس مش عارف يوصل للحيطة او كده فيه فرش بتستخدم تتنظف ما بين السنان على الانتر دنتل براش اللي هي بتدخل جوه السنان الرفاية عادي اكزاكلي انا مريضة سنان قديمة حفظة 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 طيب بنشكر جدا دكتور احمد مطوع استشاري تجميل الاسنان شاكر لي ونتلع معاك وفاصل ونرجع تاني استنونا اشتركوا في القناة